ونروح معاكم مشاهدينا لقصة غريبة داخل مدرسة كفر الصلاحات السنوية الصناعية التابعة لمدينة بني عبيد بمحافظة أدى أهلية تلات طلاب قاموا بالاعتداء على زملهم أشرف حمدي السيد بالصف الثالث السنوي الصناعي بسلاح أبيض تسبب في إصابته بجروح عميقة في ظهره ورأسه وتم إجراء 60 غرزة زي ما حضراتكم شايفين 60 غرزة بالرأس والظهر طبعا هو المنظر صعب شوية بس احنا حبينا أن حضراتكم تشوفوه سريعا الطالب عمل محضر رقم 7462 لسنة 2017 بعد الاعتداء عليه وتم نقل الطالب لمستشفى بني عبيد اشتركوا في القناة